ولش أن الخارجي اعتبر الرئيس اللبناني مشلعون أن الاحتجاجات التي تعوم البلاد تعبر عن وجع الناس لكنه قال إن من الظلم اتهام كل السياسيين وجهعون الحكومة بأن تبدأ على الأقل باعتماد رفع السرية المصرفية عن حسابات كل من يتولى مسؤولية وزارية حاضرا أو مستقبلا فيما تستمر المظاهرات اللبنانية في يومها الخامس على التوالي في بيروت ومعظم المناطق اللبنانية للمطالبة بإسقاط الحكومة اللبنانية بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية والفساد في الوقت الذي أقر فيه مجلس الوزراء حتى الآن 17 بندن وواصل مناقشة الورقة الإصطلاحية السيد عبد المعطي يمكن الكلمة التي وجهها مشلعون للشعب اللبناني جاءت متأخرة هل ستؤتي تمرها؟ كل السياسيين تتحركوا في لبنان بشكل متأخر لأن ما حدث في لبنان الحقيقة أفاجئ الجميع من حيث حجمه ومن حيث نوعيته ما يحدث في لبنان هو أكبر من أزمة نظام سياسي وأكبر من أزمة اقتصادية ما يحدث في لبنان هو أخطر بكثير هو مرحلة بالنسبة لحد زي عاش في لبنان أنا كنت دبلوماسي في سفارة مصر بدرجة مستشار لمدة خمس سنوات وتعملت عن قرب مع المجتمع اللبناني ومع المؤسسات السياسية اللبنانية ما يحدث يقلب تاريخ لبنان بكامله رأسا على عقب لبنان منذ استقلاله ومنذ صيغة 1943 هو بلد محصصة بلد طائفي الانتماء للطائفة قبل الانتماء للوطن الطائفة هي مصدر الحياة لكل مواطن ومصدر الانتماء الطواف دخلوا في حرب أهلية مع بعض استمرت 15 سنة لكن المشهد الآن هو على الوطن فوق الطائفة لكن التأخر في ردود الحكومة ستؤتي بثمارها أستاذ عبد المعطي الحكومة بتعالج زواهر مؤقتة والشعب يتحدث عن تغيير شامل في فكرة الدولة النظام السياسي اللبناني برمته ويتحدث عن تغيير جذري في علاقة المواطن بالسلطة في علاقة المواطنين بالطائفة في علاقة المواطنين بالوطن في نزاهة فكرة الاستزلام زي ما هم بيسموه لزعيم أو لطائفة أو لوزير أو لمسؤول هم يرفضوه هذا الجيل ولد بكامله بعد انتهاء الحرب الأهلية هو لا يفهم لماذا يعادي الشيعة السني ولا السني الماروني ولا هذا الجيل لا يفهم كل هذا الأمر هو يريد لبنانه لبنان الجديد لكل مواطني لبنان عايز صيغة ديمقراطية جديدة لو نجح هذا الجيل في إقامة ذلك أنا بتوقع ان احنا هنبقى قدام دولة رائعة في المشرق العربية قدام تاريخ جديد لمنطقة المشرق العربية نعمل جميع أن تعود لبنان وهي قائمة وستبقى وستظل وتستحق كل استقرار وكل خير نعم وإلى أخبار الحرب